ثالثا إن العرب والمسلمين هم الذين رفعوا راية العلم والمعرفة منذ أكثر من ألف عام حين تمردوا على النص الأرستي الموروث وأرسوا قواعد المنهج العلمي الحديث المبني على التجريب والقياس وذلك قبل ستة قرون من ظهور جاليليو الذي أجبرته محاكم التفتيش في أوروبا على التراجع بينما كان العلم بأيدي عمالقة مثل ابن الهيثم يتقدم في العالم العربي الإسلامي ولعلنا نتذكر في هذا الصدد كلمات ابن الهيثم التي يقول فيها نبتدئ في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات ونميز خواص الجزئيات ونلتقط بالاستقراء ما يخص البصر في حال الإبصار وما هو مضطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدريج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج ونجعل غرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لاتباع الهواء ونتحرى في سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق للميل مع الآراء رابعا إن مجتمع العلم والمعرفة الذي أقموه طوال فترات القرون الوسطى كان مجتمع التسامح والانفتاح فلنتذكر أيضا كيف كان أبو العلاء المعري المعاصر لابن الحيثم شاعرا ضريرا يقيم في قرية معرة النعمان يطلق فكره وخياله ولسانه بما يعده مجتمعه خروجا وزندقا ولكنه يظل حجة في اللغة وإماما في الأدب ومرجعا في فلسفة الفكر حتى يومنا هذا فإذا ما تذكرنا بعض شواهده الجسور أدركنا إلى أي حد كانت حريته وكانت سماحة المجتمع الذي يحتضنه ويعلي قدره رغم اختلافه معهم في الفكر خامسا إن هذا المجتمع المنفتح المتسامح لا يفسح المجال للإبداع الأدبي والفني فحسب بل يتسع صدره للتعبير عن الشك والإيمان لهؤلاء الذين مثل أبي العلاء المعري يفسحون عما في قلوبهم في رحلتهم من التساؤل إلى اليقين ومن الشك إلى الإيمان إن هذا المجتمع لا يخشى الغزو الثقافي ولا يخاف ترك الموروث والمتعارف ولا يهاب احتضام الجديد الغريب فإليكم كلمات ابن النفيس بالقرن الثالث عشر الميلادي وربما أوجب استقصاؤنا النظر عدولا عن المشهور والمتعارف فمن قرع سمعه خلاف ما عهده فلا يبادرن بالإنكار فذلك طيش فرب شنع حق ومألوف محمود كاذب والحق حق في نفسه لا لقول الناس له وأرجو ألا يفهم من قولي هذا أنني من يقدسون الماضي ولا يعبأون بما فيه من أخطاء بل رويت هذه الأمثلة للتذكرة بجوهر روح الانفتاح والتسامح التي ليست بالدخيلة على ثقافتنا بل هي أصيلة في تراثنا وإنني أعترف أن كثرة تغنين بميراثنا الحضاري القديم دون إدراك حقيقي لمقوماته أدى إلى أننا نتصور في كثير من الأحيان أن الماضي والحفاظ عليه وتقديسه هو النموذج الذي ينبغي احتداؤه في صناعة المستقبل وهذا أكثر الأوهام فتكا وأشدها ضلالا صحيح أنه كان من الضروري لنا لكي نتملك ثقة في شخصيتنا القومية ولننصحق أمام الآخر خاصة في الفترات الاستعمارية أن نستنجد بهذا الماضي ونستمد منها قوة الممارسة والثقة في الذات لكننا بعد أن تخطينا هذه المرحلة نضر بأنفسنا أفدح الضرر عندما نتحول إلى عبادة الأسلاف بدلا من احترامهم وفي هذا الصدد نذكر أيضا ما قولت ابن النفيس دعما للتجديد والمجددين ولنذكر قولهم إذا تساوت الأذهان والهمم فمتأخر كل صناعة خير من متقدمها ترجمة نانسي قنقر